اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعة نور دبي وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهراء طبعا طاقم العمل اليوم معانا المخرج محمد الصفار وأيضا في التنسيق والمتابعة نورة عبدالله وشيماء تناك وأنا محدثكم فيصل بن فارس كما عودناكم مستمعين الكرام أنه في بعضنا بعض الإعلانات اللي نحب نبتدي فيها وهو إعلان متكرر بشكل يومي حتى يعني نهاية السنة هذه هو أن آخر موعد للتأمين الصحي هو 31-12-2016 يعني اللي عنده إقامة في دبي لازم يكون عنده تأمين صحي قبل انتهاء عام 2016 وطبعا اليوم بيكونوا يانا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي وبيتكلم عن يعني التأمين بشكل عام الشركات وين أنواع الباقات المتوفرة أسعارها يعني كل ما يتعلق بالتأمين والإجراءات الخاصة فيه بس بغيت أذكر أنا أيضا أن هناك خمسين شركة تقدم التأمين الصحي في دبي تسعة منهم تقدم الباقات الأساسية الخاصة بالموظفين أو المساندين في المنازل اللي هم مثل الساعقين والمربيات وكذا ويعني وما شابه من تغريداتنا أيضا اليوم عندنا تغريدة إعادة تجميد الفواكه والخضروات بعد ذوبان يسبب فقدان كمية كبيرة من قيمتها الغذائي طبعا هذه تغريدة جتنا من إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي وعندنا أيضا موضوع نتكلم عنه بشكل سريع أشارت دراسة من جامعة كاليفورنيا وأيضا من جامعة هارفورد أن التأمل يعزز مناعة الإنسان توصلت دراسة جديدة إلى أن الإنسان يحتاج إلى عطلة وفترة استراحة من أجل الاسترخاء وتجديد الخلايا بالإضافة إلى محاربة آثار الشيخوخة وأيضا تقول الدراسة أن الأشخاص اللي ما حصلوا استراحة كافية يعني تظهر عليهم آثار الشيخوخة مبكرا وأيضا تكون عندهم بعض المشاكل والضغوطات النفسية على المدى الطويل وطبعا بشكل سريع أيضا ممكن نتكلم أيضا في هناك دراسة أخرى أيضا بعد من هارفورد ولكن هذه الدراسة دامت 75 عام يعني حتى تطلع نتائجها الدراسة تقول أن هناك طرق أو خلا نقول دراسة دامت 75 عام تكشف عن أسباب السعادة هناك طرق لا حصرة لها لعيش الإنسان ليعيش الإنسان حياته ولكن ماذا إذا كان هناك طريق أفضل من الآخر ماذا لو كان هناك بعض الأسرار التي لو اكتشفت سيضمن الإنسان قدرا أكبر من السعادة في حياته ومثل ما قلنا أن الدراسة هاي كانت من جامعة هارفورد وتم جراء الدراسة على مدى 75 عام ابتدت الدراسة من 1938 وكانت على 268 طالب المهم يعني باختصر لكم إياها الدراسة تقول يعني من الأشياء المهمة جدا للإنسان أن أو تقترح الدراسة التركيز على ثلاث أمور الاعتزاز بالعلاقات المساهمة فيها بدور فيما يدور حولك المساهمة فيما يعني تكون اجتماعي تتواصل مع الناس وأيضا بذل المزيد من الجهد في الأمور التي تجيدها يعني إذا أنت تحب شيء إلي نفسك فيه أو استمتع فيه على قدر الإبكان كما تشير الدراسة إلا أنه يمكن أن تكون أكثر سعادة إذا أخترت أن تكون سعيدا حيث العلاقة بين السعادة والمهنة والدخل هو أقل بكثير من العلاقة بين السعادة وكيف يشعر الناس في مهنتهم أو دخلهم يعني مثلا في عندنا مكالمة أم يوسف تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أم يوسف أعتقد أن عندك كانت أنت مداخلة بخصوص التأمين الصحي هي نعم بغيت أسأل عن التأمين الصحي هي نعم إذا عدنا نحن خدامة هذا القرار غرامات في واحد 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 2017 نعم عدنا خدامة يعني باقي لها الفيزة يعني متجهر ثلاثة أو أربعة يعني وانتهت من تفضرها كيف عقب الترتيب إن شاء الله بتسمعين الجواب إن شاء الله أه تسمعين وكتموا يا أنا أم يوسف إن شاء الله تسمعين الجواب طبعا يعني عندي سؤال ثاني هي تفضلي الغرامة يعني في اليوم كم غرامة تكون هالا الشخص إن شاء الله بعد إذا أخير حصل مني يعني يوميا كم تخصمون عشرين خمسين ما نعرف يعني إن شاء الله إن شاء الله يا أم يوسف إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله طبعا نضم إلنا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي الدكتور كنا نحن نبقى نأخرك شوية حق بعد الفاصل ولكن أنا أدري أن هذا موضوع الساعة الآن فاتفضل الدكتور حاضرين كتر مسخوية من شوية عن موضوع الشيخوخة المبكرة وهتشوفك تطالعني من أسباب الشيخوخة المبكرة العمل في التأمين الصحيح الله المستعان سلام كلا طبعا بالنسبة لسؤال الأخذة العزيزة الغرامات هي عبارة عن 500 درهم للشخص في الشهر اليوم مثل ما تعرف تكلفة الباقة الأساسية في إمارة البيت تبدأ من 550 درهم عن طريق تسع شركات أسعارها تتراوح ما بين 550 إلى 650 درهم غرامة التأخير هي عبارة عن 500 درهم لكل شهر يعني حين لو تأخروا مثلا ثلاثة شهور معنى أنها تبدو يدفعون 300 درهم 3500 1500 درهم اللي هو وايد أغلى من التأمين الصحي في المقابل التأمين مجرد ما تعمل الكنسلة للفيزا تقدر تسترجع باجي المبلغ من شركة التأمين أو تحول إلى الخدامة اليدية هذا بخصوص سؤال الأول الحين هي تقول أنا عندي الخدامة أنت هي قامتها شهر ثلاثة وأربعة صحيح دائما شركة التأمين احنا يعني نتعرف الهدف من التأمين الصحي في النهاية هو الحماية فمع إلغاء إقامة العامل صورة من الإلغاء يبعث لشركة التأمين شركة التأمين كذلك تشمل الثلاثين يوم لأنه مجرد ما تلغي الإقامة عنده ثلاثين يوم العامل أو العامل اللي يكونون موجودين في الدولة إلى مغادرة الدولة فكذلك يتم تغطية الثلاثين يوم إلى خروج العامل من الدولة ومع شهادة الإلغاء هاي يتم إلغاء التأمين واسترجاع بقية المبلغ أو تحويله إلى الخادمة البليدي نحن دخلنا مباشرة على الأسئلة والجمهور والحين محمد صفاري قلنا في الفاصل أزف طبعا أخوانا المستمعين فاصل ونواصل إن شاء الله صحة وسعادة أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم من جديد طبعا موضوع الحلقة اليوم موضوع التأمين الصحي دكتور قبل الفاصل كانت أم يوسف كانت عندها سؤال ولكن خلنا نبتدي من البداية يعني خلنا نتكلم عن التأمين الصحي بشكل عام وليش تم تطبيق التأمين في إمارة دبي الحقيقة إذا ترجع إلى خطة دبي الاستراتيجية 2007-2015 اللي هي ذكرت الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي في هاي الفترة في الخطة المتعلقة بالصحة وهاي طبعا اللي هي استراتيجية إمارة دبي اللي هي صادرة من المجلس التنفيذي اللي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم في الجانب الصحي تكلمت الاستراتيجية عن أهمية تغطية المواطنين والمقيمين في إمارة دبي بالتغطية الصحية وبالتأمين الصحي وبدأنا العمل على تنفيذ الاستراتيجية من بداية 2010 والحمد لله تم النظر إلى جميع أنواع الآليات المختلفة لتغطية السكان في الإمارة شو أنواع التغطية؟ هل نعمل تأمين صحي؟ هل نعمل تغطية حكومية؟ شو أفضل الحلول؟ نظرنا إلى أفضل الممارسات العالمية شفنا شو أنسب الممارسات هاي في ظل وضع إمارة دبي والديمغرافية الموجودة في إمارة دبي التركيبة السكانية المواطنين الوافدين استراتيجية الحكومة في توفير أفضل الخدمات الصحية للجميع التغطية الكاملة المواطنية من خلال المستشفيات الحكومية وكذلك المرافق الخاصة وعلى أساس جميع التوجهات الاستراتيجية هاي اللي هي منبثقة من استراتيجية إمارة دبي تم وضع أفضل الحلول ومن ثم تم اعتماد الحلول هاي من المجلس التنفيذي ومن صاحب السمو الحاكم طبعا وتم إصدار قانون ضمان الصحي في إمارة دبي في 24 نوفمبر 2013 يعني من ثلاث سنوات تقريبا؟ من ثلاث سنوات تقريبا نعم ومن ثم بدأنا في وضع خطط تنفيذ قانون ضمان الصحي تم تنفيذ قانون ضمان الصحي بالنسبة لكل فئة بشكل منفصل لعننا فئة المواطنين تم طبعا حصر المواطنين اللي ما كان عندهم أي تأمين من جهة العمل لأن حكومة دبي كانت تتوفر التأمين الصحي للموظفين الموجودين فيها من خلال برامج التأمين الصحي اللي توفرها كصاحب عمل صحيح مثل برنامج عناية وبرنامج المظلة وبرنامج هيئة الطرق والمواصلات وبرنامج ديوة كل البرامج هاي كانت تتوفر فيها حكومة دبي التأمين الصحي للموظفين الموجودين فيها من المواطنين وغير المواطنين باعتبارها صاحب عمل كان في مجموعة من المواطنين ما كان عندهم تأمين صحي تم إنشاء برنامج سعادة لتغطية جميع المواطنين في إمارة الدبي بالتأمين الصحي والحمد لله برنامج سعادة اليوم يعتبر من البرامج الرائدة جدا في التأمين الصحيح أنا ذكر الدكتور قلت لك ممكن كان أي شيك يورهانت يوم شفت طريقة التسجيل بعد طريقة الهوية أنا كنت صراحة جدا منبهر في سرعة الإجراء وسهولته وأيضا شيء مبتكر وهذا عودتنا دائما حكومة دبي وهيات الصحة في دبي أيضا أن تستخدم أحدث تقنيات لتوفير الخدمات بس أنا الدكتور عندي مداخلة مرحبا عدنان صباح الخير يا عدنان يا مرحبا بابك أمر تفضل يا عدنان تفضلك السؤال الأول هل صحيح أنه التأمين الصحي للعائلات مفروض أنه لنهاية ديسمبر أنه الكل يساوي تأمين وبيصير غرامات ولا لا سؤال الأول هذا شو السؤال الثاني الشيقة الأول الشيقة الثانية من السؤال الأول في عندي ولد من دوي احتجاج خاصة وعملت له أنا بطاقة معاكمة وزارة الصحة وطلعت بناءا على البطاقة طلعت بطاقة تأمين يعني علاج للوزارة نعم هل هل لازم الولد هذا أسوي له بعد تأمين صحي ولا هاي البطاقة للوزارة بتكفي نزيل طيب وشو السؤال الثاني السؤال الثاني قال الله بارد فيك أنا سويت لزوجتي وابني باقة تكافل الإمارات العافية تأمين تكافل العافية؟ تكافل الإمارات عافية أيوة وبعتونا النتورك بإسماء العيادات والأمور هذي بس اتفاجأت إنه يعني إنه يوم أمس يوم الساب تروحك على المستشفى وإنه قالوا ما بتغطي هذي الآن لازم أنت بتغطيك أول تروح على الكلينيك وتجيب تحويل للمستشفى يعني تأميننا ما نضغطيش أي مستشفى يعني ديرك تروح ديرك إنه دكتوب أخي الصعي لا أقول لك أول شير عند عيادة دكتور عام وبعدين هو بيحولك على وضح السؤال شكرا شكرا أخي عيدنا دكتور بخصوص موضوع الاحتياجات الخاصة نعم صحي طبعا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بطاقة التأمين أو باقة التأمين اتغطي الاحتياجات الصحية اللي هي ممكن يحتاجها أي شخص سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من غير ذوي الاحتياجات الخاصة فالتأمين الصحي يغطي لهم احتياجاتهم الصحية مش بالضرور الخدمات المتعلقة بالإعاقة يعني في خدمات معينة متعلقة بالإعاقة مثلا من ناحية الـ educational programs أو من ناحية التفاصيل المتعلقة بالإعاقة التأمين الصحي الأساسي ما يغطي الجزئيات هاي لكن يغطي لهم الخدمات الصحية العادية اللي يحتاج لها أي شخص سواء كان من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة وهو طبعا الزامي بحكم القانون لأنه بطاقة علاج توفر لهم خدمات الإعاقة بس مش الخدمات الصحية العامة كذلك يمكن نرجع إلى السرد بالنسبة للتأمين الصحي وبعدين يمكن نتطرق إلى الجزئيات السؤال الأول اللي سأل الأخ بالنسبة لإلزامية التأمين فمثل ما ذكرنا بالنسبة للمواطنين تم إنشاء برنامج سعادة ومثل ما تفضلت يمكن اليوم برنامج سعادة يعتبر الـ gold standard أو أحد البرامج على مستوى العالم اللي ينظر لها كمقياس كثير من برامج قاعدة تقيس عليه كيف أن نحن نقدر نوصل يعني نحن سابقا كنا نقول نعمل أن نتوافق مع أفضل مارسات العالمية اليوم برنامج سعادة يعتبر أفضل مارسات العالمية وفي الحقيقة تواصلوا معنا من كثير من الدول سواء في المنطقة أو من خارج المنطقة إلى كيفية نقل الخبرة هاي اللي تواجدت من خلال برنامج سعادة وبرامج التأمين الصحي للمواطنين أما بالنسبة للمقيمين فتم تقسيم تطبيق القانون إلى ثلاث مراحل قسم أصحاب المشؤولين عن توفير التأمين اللي هم أصحاب العمل أو الكفلاء إلى ثلاث مراحل قسم أول شيء أصحاب العمل حسب حجم المؤسسة وبالتالي كانت الشركات الكبيرة اللي فيها أكثر من ألف موظف يجب عليها أن تلتزم بقانون ضمان الصحي وتوفير التأمين الصحي للموظفين موجودين لديها بنهاية 2014 اللي هو سنة بعد صدور القانون والقانون ألزم على الأقل فترة سنة للالتزام بالقانون لجميع الفئات المرحلة الثانية كانت الشركات اللي هي أكثر من أمية موظف وكان الموضوع لها هو منتصف 2015 والتزمت الشركات هاي إلى منتصف 2015 بالقانون ضمان الصحي وتوفير التأمين الصحي لموظفيها المرحلة الثالثة كانت عبارة عن شركات صغيرة اللي أقل من أمية موظف بالإضافة إلى أفراد أسرة المقيم هذا السؤال اللي ذكر الأخ بالإضافة إلى عمالة المنازل المجموعات الثلاثة هاي شكلت المرحلة الثالثة واللي كان آخر موعد للالتزام بقانون ضمان الصحي بالنسبة لها هو نهاية شهر 6 2016 أعلنت الهيئة طبعا الغرامات ما رح تبدأ إلى نهاية العام وبالتالي كان في أكثر من سنة الحقيقة يعني هو من مع البداية 2014 تم إعلان جميع المراحل بالنسبة لجميع الفئات يعني الفئة الثالثة كان عندهم حوالي ثلاث سنوات للالتزام بالقانون مع ذلك تشوف الناس دائما إلى آخر لحظة تركض يمكن لأنه لموضوع الغرامة فالمراحل هاي تم الإعلان عنها مسبقا وكذلك بعد المرحلة الثالثة تم إضافة 6 شهور إضافية للالتزام بالقانون طيب بس أبو محمد راشد مناخذ قبل الفاصل إذا لا تسمحنا صباح الخير أخي محمد سلام أخي أخي محمد الله يسلم تفضل يا أخي محمد مرحبا وسهلا أخوي كلك خير وبركة ما تتخلى في أشياء أيها عني ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك كلها يعني ترفع الرأس ما فينا في أي برنامج اللي محبوب فيه أنت الله يبارج فيك شكرا يا أخوي الله يبارج فيك شكرا يا أخوي بالنسبة للزوجة الجنبية نعم نعم تعتبر لزال نشؤوله تأمين بعد ولا ما يحكاي بالنسبة للمواطن عندك شيء محمد محمد راشد عندك شيء سؤال ثاني لا بإن شاء الله شكرا جزيلا وبغانا أقول لهم أهلا رحلة فضل كيف نحصل أي شركات نقدر روح لها من أذكر من أذكر لك من أذكر لك إن شاء الله تم ويانا إن شاء الله وبتسمع الجواب إن شاء الله نعم بالنسبة لزوجة المواطن في إمارة دبي إذا كانت مسجلة في خلاص تلقيد ممكن أن يخرج لها بطاقة سعادة لأن بطاقة سعادة مربوطة بخلاص تلقيد وبالتالي معها حتى لو ما كانت مسجلة في خانة الزوجة إذا كانت مسجلة لأن أعتقد في المرحلة الأولى تسجل يمكن في خانة الملاحظات وبعد عدد من السنوات تنتقل إلى خانة الزوجة فوجودها في خلاص تلقيد ممكن إصدار بطاقة سعادة للزوجة أما إذا لم تكن مسجلة في خلاص تلقيد فيجب على الزوجة أن يأخذ لها باقة تأمين من الباقات المتوفرة طبعا بالنسبة لباقة الزوجة في عندنا خمسين شركة تأمين مرخصة في إمارة تدبي لتوفير التأمين الصحي للمقيمين في الإمارة وبذكر لكم بعد شوية بنسوي مثل بعد الفاصل إن شاء الله كيفية الدخول إلى موقع الهيئة وكيفية الوصول إلى بيانات جميع شركات هاي وطريقة التواصل معها عدنان يتكلم عن تكافل أو عافية برنامج هاي النقطة جدا مهمة أخي الله يسلمك باقة الباقة الأساسية هي ما يسمى بالجي بي جيت كيبر يعني يجب على المريض المرور عن طريق طبيب العائلة اليوم لو تنظر إلى أفضل ممارسات العالمية طبيب العائلة يقدر يعالج أكثر من ثمانين بالمئة من الحالات اللي تكون متوفرة عند المريض والأمراض وممكن أن يعالجها النسبة هاي أو أكثر حتى من النسبة هاي ويحتاج المريض إلى التحويل في حالة أقل من 20% من الحالات كذلك أنت لو تشوف اليوم العلاج في هيئة الصحة في دبي فالهيئة أنت اليوم ما تقدر تدخل إلى الأخصائي مباشرة يجب على الأفراد دايما الاستفادة من النظام الصحي بالطريقة المثلة وطريقة المثلة أن طبيب العائلة هو الأقدر على تحويل الشخص إلى التخصص الصحيح في حالة الحاجة إلى ذلك دخول الشخص على الأخصائي بشكل مباشر فيه هدر للموارد المالية وسوء استخدام للموارد المالية الباقة الأساسية بسعر منافس وانت تشوف الباقة الأساسية تبدأ على سعارها من 550 درهم يجب أن نستعمل جميع الآليات اللي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية في منظومة التأمين الصحي وفي نفس الوقت أفضل الخدمات اللي يحتاج لها المريض يعني المريض اليوم إذا عنده ألم في الركبة هل هو يعرف لازم أنه يروح إلى متخصص في الروماتيزم ولا يروح إلى جراح الركبة هو ما يعرف شو التخصص الصحيح اللي أنا لازم أروح طبيب الأسرة ممكن في البداية أكثر من 80-90% من حالات آلام الركبة يقدر يعالجها طبيب الأسرة أصلاً وبالتالي ما تحتاج أنك تروح إلى الأخصائي في حالة التحويل يحولك إلى الأخصائي الصحيح أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين قبل الفاصل كنا نتكلم عن التأمين الصحي ومعنا الدكتور حيدر اليوسف هو مدير إدارة التمويل الصحي بهاية الصحة في دبي دكتور أنا وايد عندي أشياء صراحة في عندي ناس يتريون على المكالمات وأيضاً عندي رسائل نصية حاضري من ابتدي واحد يقول أنا من أصحاب المراسيم عندي جواز إماراتي صادر من إمارة دبي إحنا ليش ما نحصل بطاقة السعادة ونتلقى الخدمات الصحية أيضاً في هناك في حد يقول تحياتي لك ويضيفك سؤالي هل التأمين الصحي مرتبط بالإقامة وكيف تعرف على تلك الشركات التأمين ولماذا لا تصدق الهيئة أو تصدر أو تصدر الهيئة كتيبات تصدر الهيئة كتيبات بخصوص تأمين الصحي وشكراً لكم جميع محمد الجزيري أيضاً في عدنا تشوفوا بو ياسر أيضاً تشوفوا بو ياسر يباحد نتصل به أيضاً في السلام عليكم أنا اتصلت على جميع شركات التأمين قالوا أن السعر التأمين ستمئة وخمسين وأكثر ما في وأكثر ما في خمسمئة وخمسين درهم هذا كان أمس الصبح وشكراً هذه الرسالة من أبو راشد أيضاً في مرحباً نعم هذا حالياً موجود نزين دكتور بخصوص الأصحاب المراسيم طبعاً مثل ما ذكرنا هناك مراحل أخرى قادمة بالنسبة لبرنامج سعادة وإحنا بصدد الإجراءات القانونية المختلفة للفئات الأخرى بالنسبة لبرنامج سعادة في بعد أيضاً سؤال هل ممكن للشخص يحمل أكثر من تأمين صحي؟ هو لا يجوز الجمع ما بين أكثر من تأمين صحي مدفوع من قبل حكومة دبيت لكن في بعض الأحيان يحب الشخص أن يشتري باقة تسمى بالتوباب الباقة هاي تضيف له مزايا إضافية هو يشتريها من أي شركة تأمين توفر مزايا إضافية فوق الباقة اللي يتوفر ليها الحكومة وهذا اختيار شخصي من يعني لو أنا عندي سعادة بعض المستشفيات ما تغطي مثلاً فأنا أخذ تأمين خاص من شركة تغطي لي شركات أخرى في أنواع من تأمين التوباب ممكن يغطي لك حتى جيمة المشاركة يعني مثلاً العشرة في المئة المشاركة في العلاج يغطي لك إياها يغطي لك العلاج خارج الدولة في بعض الحالات في أنواع كثيرة من التأمين تضاف على التأمين في مزايا إضافية ممكن الأشخاص يستفيدون منها إذا حب أنزيل نرجع مرة ثانية شو دوركم دكتور أنتو كإدارة تمويل الصحي؟ صحي إدارة تمويل الصحي هي الجهة المسؤولة في هيئة الصحة عن تطبيق قانون الضمان الصحي في إمارة تدبي من حيث المبدأ وكذلك إدارة وتنظيم سوق التأمين الصحي في الإمارة متابعة عملية استهلاك خدمات التأمين الصحي حماية حقوق الأفراد المشمولين بالتأمين الصحي يعني عندنا من خلال الموقع الإلكتروني اليوم أي شخص مؤمن بالتأمين الصحي في إمارة تدبي لدى أي شركة تأمين دامنا إقامة صادر من إمارة تدبي تتكفل الهيئة بمتابعة حقوقها يعني إذا شركة التأمين ما التزمت بأي من التزاماتها الموجودة في بوليس التأمين يتواصل مع الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني وعلى طول يتم التعامل مع شركة التأمين وإلزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن عليه أيوة دكتور بعد في واحد في مسج تقول أنا اتصلت بالتأمين وقالوا ما يرجعون أي مبالغ في حالة مغادرة الخادمة قبل انتهاء التأمين هذا مفروض رجعكم في الحالة في الحالة هاي يراجعنا ويتم التواصل إحنا من ناحيةنا مع شركة التأمين بس المعلومة هاي اللي وردت لهم شركة التأمين مش صحيحة في حالة الغاء الباقة يتم إعادة المبلغ المتبقي المتبقي طبعا حسب الفترة الشهرية أو الاستفادة من المبلغ بالنسبة للتأمين اليديد الخادمة اليديدة أيوة في عندنا مداخلة من هو معنا أبو محمد السلام عليكم السلام ومرحبا أبو محمد فضل سؤالك سؤالي على التأمين الصحي أنا رحت هاي على الصحة في دبي نعم أعطوا لي فورمات وفي كتير شركة التأمين الصحة لكن كل واحد موقع تدخل فوق ألف درهم حتى نحنا في شركة معمنين ميتلايف هذا اتصلت لهم أقل شيء 750 إن شاء الله تسمع على الرسالة يقول لك هنا 550 ودخل في 150 درهم هي الباقة اللي تختص بفئة العمالة فلما نقول فئة العمالة هي الأفراد اللي يقل دخلهم عن 4000 درهم شهريا الشركات التسع اللي ذكرناها ملزمة بتوفير الباقة بالسعر هذا اللي يبدأ من 550 في 563 في 585 وفي 600 وفي 615 وليه 650 هاي أسعار الشركات التسع اللي تقدم الباقة وتختلف المزايا بالشيء القليل من هاي الشركة إلى الشركة الأخرى الشركات هاي ملزمة قانونا إنها توفر التأمين الصحي لكل شخص يقل راتبه عن 4000 درهم ثم إذا شفنا أفراد أسرة المقيم أفراد أسرة المقيم طبعا ما يدخلون ضمن فئة ذوي الدخل المحدود وإنما تبدأ الباقات لهم من حوالي 650 750 ألف درهم حسب الحالة حسب العدد حسب الفئة العمرية وباقات كبار السن تبدأ من 2500 درهم وطالع اللي هي بالنسبة للأفراد اللي يزيد عمرهم عن 60 سنة في عندنا مسج في عندك شيء إضافة كتابة؟ نعم لا لا فإذا في أي من الشركات دائما نفتع قنوات التواصل مع الهيئة عن طريق الموقع الإلكتروني ما في داعي الشخص أن يذهب إلى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركات أو مراكز البيع يعني كل الشركات هاي عندها مراكز بيع موجودة في مختلف في الإقامة وشؤون الأجانب بيكون مركز لجميع الشركات هاي بيكون كذلك في أماكن مختلفة عنا في الهيئة بدارة التنمية الاقتصادية موجود اليوم في كثير من المرافق العامة في مراكز تسهيل موجودة شركات التأمين ومدائما متوفرة لتوفير باقات التأمين عندي بسج أيضا دكتور يقول سلام عليكم أنا متزوج أحمد القيد من غير إمارة دبي هل زوجتي تستحق تأمين صحي علما بأن جوازها صادر من إمارة دبي تقدم على برنامج سعادة وتحصل على التأمين جميل في عندنا مداخلة من محمد إسحاق مرحبا أخويا محمد صباح الخير الله يسأل صباح المرة صباح أشحان أبخير الحمد لله سؤال لدي سؤال اللي بكتور بكتور السلام عليكم عليكم السلام عليكم لدي سؤال حق الوالد الوالدة أنا تيكت كده شركة التأمين فعطاني سعار 2500 صحي صحي فهذا سؤالي هل هذا كل تشديد تنويا راح يزيد هذا 2500 هذا الشي واحد الشي الثاني بنت اللي يقول 550 وحق الصغارية وللاخرين يبقى أنا الشيك ما أنا ما حصل كل واحد 650 750 فما فوق هاش ثاني الثالث هي إذا أنا أقدر آخذه من شركة الثامين من برا إمارة دبي يعني فرضا من عيمان الشارجة من قوين سجيرة الآخرين غير مرة قبل أقدر استرمين هذا الشي فحاليا الوالدة هي عالس في مستشفى حكومي هي عليها السكر والكلسترول والبليكترش الآخرين زين فهي عنها بطاقة صحية هل هي لازم محتاج استرميها تأمين صحي هذا زين تسمع الإجاب أخو إبراهيم عفو أخو محمد طبعا البطاقة الصحية هي بطاقة توفر بعض الخصومات في هيئة الصحة لكن هي ليست بطاقة تأمين صحي وبالتالي بيلاحظ الأخ أنه في كل علاج في هيئة الصحة تدفع مثلا والدت تكلفة العلاج سواء كان عبارة عن زيارة الطبيب أو الأدوية أو إلى غير ذلك فجميع العلاج هذا مدفوع في مجرد ما يتم تأمينها يبدأ التأمين يغطي لها العلاج هذا وتدفع فقط نسبة المشاركة في العلاج اللي هي قد تكون 20% من جيمة العلاج أو أقل من 20% بالنسبة لل 2500 درهم طبعا تراجع شركات التأمين سنويا للمبالغ نحن لاحظنا بالنسبة للباقة الأساسية ما بين 2015 و2016 انخفضت الأسعار يعني كانت الباقة الأساسية في 2015 تتراوح ما بين 600 إلى 700 عفوا في 2016 انخفضت إلى 550 إلى 650 نتيجة المنافسة الموجودة ما بين شركات التأمين المختلفة ويمكن وائد ناس دائما تقول لك ليش الهيئة ما توفر التأمين هذا ليش تفتح الباب للقطاع الخاص اليوم إمارة دبي تعمل اللي هو ما يسمى بالوين وين سيناريو ترخص شركات التأمين توجد ما بينها نوع من المنافسة توجد لها الجمهور اللي يجب تأمينها وتعمل الشركات على دائما على التنافس على توفير أفضل الباقات بأفضل الأسعار ولمصلحة طبعا المستفيدة ولمصلحة العميل في نهاية اليوم طبعا محمد اليزيري يقول بخصوص ليش ما تطبعون كتيبات دكتور بخصوص التأمين الصحي يعني من باب التثقيف البيانات كلها موجودة على الموقع الإلكتروني ويمكن من يطبع من الموقع أي بيانات هو يحتاجها موقع الضمان الصحي اللي هو اسعاد دوت اي اللي ذكر الأخ اللي هو isahd.ae إذا يتجه للموقع الإلكتروني في جميع جبل ما انا تخلى على الموقع بس عدني إبراهيم سعيد فضل أخوه إبراهيم صباحكم الله بالخير صباحك الله بالنور والسرور فضل أخوه إبراهيم ما عندنا وقت فضل السؤال حضرتك للدكتور هل التأمين مرتبط بالإقامة أنا أقامتي أنا والزوجة والأولاد بتنتهي بعد سنة ونص هل يجوز أن أنا أقوم باستخرجها الحين أوكي ونتنتظر أجدد الإقامة حكي فيه سؤال ثاني أخو إبراهيم السؤال الثاني للشركات الأقل من 100 شخص نعم يجب إصدار لهم إصدار التأمين الحين أو مع التجديد إن شاء الله تسمع الإجابة أو ما ليهم الأقل من 100 إن شاء الله تسمع الإجابة أشكرا جزيلا بالنسبة للأفراد والشركات اللي أقل من 100 شخص يجب الحصول على التأمين الصحي قبل نهاية العام أو يكون عرضة للغرامات مثل ما ذكرنا عملية الربط مع الإقامة هي عملية إضافية للتأكد من حصول الأفراد على التأمين الصحي وإنه ما تتم إجراءات الإقامة من غير وجود التأمين الصحي لكن هاي إجراء إضافي كذلك الغرامات هو إجراء لتأكيد حصول الأفراد على التأمين الصحي لكن الالتزام القانوني على الأفراد هاي هو الحصول على التأمين الصحي وعدم الانتظار إلى انتهاء الإقامة لأن لو ترى لما تنتهي الإقامة بتتكون عليه غرامات أشهر مجموعة من الأشهر دكتور لو أخواننا المستمعين بس نحن دكتور بإيباي يخبرنا عن طريقة دخول على الموقع إذا تسمحنا دكتور نعم إذا تدخل الموقع الإلكتروني اللي هو www.isahd.ae شوية شوية دكتور حرف حرف عشان سلت نعم بالضبط اسعاد اللي هو isahd.ae اسعاد هني بترجمتها الإنجليزية هي عبارة عن insurance system for advancing healthcare in Dubai وهذه ترجمت باسعاد اللغة العربية فهي isahd.ae مجرد ما تدخل الموقع الإلكتروني في تحت الصورة الرئيسية بيكون كيف تحصل على التأمين الصحي وقف في صحة جيدة كيف تحصل على التأمين الصحي في عندك two icons واحد منهم اسمه الشركات المصرح لها والآيكون الثاني اسمه زيارة مجتمع اسعاد لو ضغطت على الشركات المصرح لها اول لست اسمها الشركات المصرح لها اول permitted insurance مجرد ما تضغط على اللنك هذا في خمسين شركة تأمين تم ترخيصها في إمارة تدبي لتوفير التأمين الصحي لجميع فئات السكان الموجودين في إمارة تدبي بس فيه كان سؤال بخصوصا لو كان واحد يريد ياخذ تأمين صحي من إمارة أخرى نعم هل ممكن هذا؟ الحقيقة هي شركات التأمين مرخصة من هيئة التأمين واللي هي هي هيئة تحادية وهاي الشركات كلها تعمل في جميع إمارات الدولة يعني هي جميع الشركات لكن يجب أن تكون الشركة مرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي يعني الخمسين شركة اللي موجودين في هذا في بعضها شركات دولية في شركات من إمارات أخرى في شركات من إمارة دبي بغض النظر عن مقار الشركة يجب أن تكون مرخصة الخمسين شركة اللي ذكرتم من خلال الموقع هم الشركات المرخصة لتوفير التأمين في إمارة دبي الحقيقة هيئة التأمين في الاتحادية ترخص 63 إذا حضرتني الرقم صحيح 63 شركة تأمين من 63 شركة تأمين المرخصين في دولة الإمارات لتوفير التأمين ككل خمسين شركة مرخصة من قبل هيئة الصحة في دبي لتوفير التأمين الصحي في إمارة دبي لأن بعض الشركات متوفرة تأمين نفس الصفحة هاي كذلك الآيتم الثالث اللي موجود الشركات التأمين المشاركة في الباقة الأساسية اللي هي التسع شركات اللي ذكرناها فيضغط على شركات 2016 بتطلع للائحة باسم الشركات التسع اللي ذكرناها كذا مرة معها أو أرقام التواصل معها الشركات هاي هي شركة أكسل التأمين راس الخيمة ضمان عمان للتأمين أورينت للتأمين متلايف تكافل الإمارات دار التكافل ونجي آي وهاي الشركات كذلك شركات منها شركات دولية منها شركات محلية من إمارة دبي منها شركات محلية من إمارات أخرى دكتور بخصوص لنسبة الالتزام هل توقع وصلته 88؟ نحن نعم الحين جريبة 88% بالالتزام بالتأمين الصحيح حوالي 3.6 مليون شخص حسب آخر كونت نترى الكونت ما لنهاية شارها داعش أتوقع الرقم بيكون ارتفع بالتأكيد مع كذلك الاتجاه الجميع للالتزام بالقانون فإن شاء الله تعالى العدد المستهتف بالنسبة لنا هو عبارة عن 4 مليون شخص اللي هم الإقامات الصادرة من إمارة دبي حتى لو كان الشخص مقيم خارج إمارة دبي وهذا العدد الميحور زين دكتور الآن أنا بغض النظر عن وجود قانون أو أن هناك في غرامات بيتم تطبيقها مع بداية العام شو الفائدة من التأمين لرب العمل أو إذا أنا عندي أسرة وعندي مثلا أأمن على الأفراد اللي عندي شو الفائدة يعني هل هناك فعلا فائدة؟ طبعا هذا السؤال دائما يردنا خصوصا يكون من الأشخاص دوي الدخل المحدود يعني يقول لك أنا اليوم راتبي قليل عندي مثلا زوجة وطفل أو حتى بالنسبة للمواطن اللي عنده عامل أو خادمة يقول أنا أورادي مثلا دخلي قليل فتبوني بعد أدفع 500-600-700 وأشتري التأمين التأمين هو حماية ليس فقط للعامل ليس فقط لأفراد الأسرة هو حماية كذلك للمعيل أو الكفيل لأنها لا سمح الله في حالة العلاج الطارق ونشوفك أن الحالات هذه بشكل يومي في عندك كمثلة دكتور؟ في عندك كثير من المواطنين أو الكفلاء أو أصحاب العمل فجأة يضطر أن يدفع مبلغ كبير جدا لأنه ملزم قانونا حتى لو ما اشترى التأمين الصحي وقبل قانون التأمين الصحي الكفيل ملزم بتوفير العلاج لمكفوليه وبالتالي قانونا قانونا نعم وهذا مش من ضمن قانونا ضمان الصحي هذا الاتزام صاحب العمل أو الكفيل وبالتالي فجأة يتعرض كثير من الأفراد اللي الدفع مبالغ كبيرة شفنا حالات 60-70-80 ألف وفجأة هذا الشخص اللي هو راتبه يمكن أربع أو خمس أو عشرة آلاف درهم محتاج أن يطلع بالمبلغ هذا الكبير للعلاج يمكن ذكرت أنت قصة من شوية توقع قصة وايد مهمة كانت وأعتقد مهم أن الجميع يستفيد منها ما دير إذا بتخبرنا إياها أنا في خلال دراستي في أمريكا كانت طالبة من الطالبات فوق الخمس خمسين سنة عمرها فسألناها قلنا لها يعني شوية بنتي الآن تدرسين فقالت أنا منستويت أنا ربت منزل وزوجي كان يشتغل وكان دخلنا حياتنا جدا رائعة وعندنا بيت وعندنا كذا ولكن زوجها أصيب بسرطان وما كان عنده تأمين فابتدوا يستنزفوا في البداية استنزفوا مدخاراتهم لين ما وصلوا يبيعون البيت لين ما وصلوا باعوا تقريبا كل شي وفي النهاية زوجها توفى المعين الوحيد مالها توفى وهي أبدا ما كانت عندها لا عندها شهادة ولا عندها يعني صنعة أو حرفة تسويها وعمرها خمس وخمسين سنة فمنو بيشغلها فالتأمين فعلا ممكن يعني يسبب لك مشاكل وعدم وجود التأمين بالتأكيد يعني مشكلة التأمين هو حماية للجميع حماية كذلك لرب الأسرة للكفيل للمعين لهذه الأسرة التأمين يحميه من العوز نتيجة الحاجة إلى الصرف على الصحة ومثل ما قلت لك هالحالات كنا نشوفها بشكل يومي في المقابل مع بدء التزام الأفراد بالتأمين الصحي شفنا كثير من الحالات الأفراد اللي كذلك العامل أو أحد أفراد الأسرة احتاج إلى علاج مفاجئ ووصلت الفاتورة إلى مبالغ كبيرة ويتحمل التأمين كتكلفة العلاج بالكامل فقط يدفع نسبة المشاركة اللي هي نسبة صغيرة جدا وبالتالي التأمين حماية للجميع مش محتاجين نحن ننتظر إلى وقت إنفاذ الغرامة أو حتى بالنسبة للأفراد اللي عنده مثلا المعالم منه أو المكفول لديه في شهر ثلاثة في شهر أربعة حتى في الفترة هاي احتمالية حدوث المرض والحاجة إلى العلاج دائما موجودة وبالتالي وجود تأمين حماية للجميع العامل حماية لحقوق العامل حماية لإنسانيته وفي نفس الوقت حماية للكفيل وبالنسبة لأفراد الموظفين كذلك يعطيهم دفعة يعطيهم انتاجية يعطيهم شعور بالأمان في النهاية لو ترجع إلى قانون الضمان الصحي قانون الضمان الصحي يقول توفير الأمن الصحي للمواطن والمقيم في إمارة البريد خلما أخير الدكتور مخلص الوقت الله يخليك دائما طبعا تمنياتنا الجميع بالصحة والسعادة نتمنى أن الجميع يدرك أهمية الموضوع هذا ويكون عند الوعي بأهمية التأمين الصحي وكيفية الاستفادة الصحيحة من التأمين الصحي اللجوء إلى مواطن العلاج الصحيحة متى أذهب للطوارئ متى أذهب للعيادة كيف استفيد من التأمين الصحي اقرأ البوليصة افهم حقوقك افهم واجباتك والتزم بالقانون لأن القانون وضع لحمايتك ولحماية المكفولين لديك أنا بس كانت ودي أقرأ عندي كان يعني للأسف أنه خلص الوقت أنا ما أقدر سبع وليه إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله عزيزينا المستمعين بس أبغي أذكر في فريق العمل كان اليوم بعدنا في الإخراج محمد صفار وأيضا في التنسيق والمتابعة نورة عبدالله وأيضا شيماء تنك وأيضا محدثكم هذا فيصل بن فارس وإن شاء الله نشوفكم على خير إن شاء الله باتر صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي